دول العالم اللي كنعيشوا فيه بما فيها المغرب كلها كتحاول أنها تزيد التنمية وتولي من الدول الغنية اللي هي دول الشمال ولكن كما كان دول الشمال كان دول الجنوب الفقيرة أولى مستوى التنمية متوسط فاليوم مع الدرس دي المفهوم التنمية وتعدد المقاربات تقسيمات الكبرى للعالم خصنا نعرفه المفهوم ديال التنمية خصنا نعرفه الاستراتيجيات ديالها والمقاربات ديالها خصنا نعرفه التقسيمات الكبرى ديال العالم وفق خريطة التنمية وخصنا نعرفه النظريات والعوامل من المفسر التباين مستويات التنمية البشرية غادي نفهم كل حاجة تقضقة وخيجوكات الكلمة تخشبية شوية بون إخوان هذا هو العرض ديال الجهاوي كنتخلك الواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعة العربية وفرنسي واجتماعيات والتربية الإسلامية اللي ستستفل من هاد العرض هو أنك غادي تستوعب الدروس ديال المواد بربعة في واحد الوقت اللي قصير وهذا الشرح كيكون في فيديوهات ودي بيدائف وتيكونوا تنمنهاجية ديال الإجابة الطريقة على الأسئلة المحتملة اللي كينا دائما في الجهاوي كيفاش تقدر تجاوب بطريقة صحيحة اللي يحب تسجل معنا يكون تكتيني على هاد الواتساب وانا غادي نقول لك جامع الأمور بجد دخل معنا كلمة التنمية جاية من النمو جاية من واحد التحسين مستدام مستدام يعني تكون دائم للشروط ديال حياة السكان على جميع المستويات طيب الشغل الصحة جميع الأمور اللي كيحتاج لإنسان أو حياة السكان آدية التنمية ببساطة فندوب على واحد القضية ديال كيفاش كان عبر التنمية في الدول كان حتاجوا واحد مؤشر كي تسمى مؤشر التنمية البشرية تسمى الإدياش في ثلاثة ديال المعايير فيه المستوى ديال الرعاية الصحية في ديك البلاد يعني ايش حال ديال ناس عايشين فيها أمد الحياة واش حال ديال النسبة للوفايات ديال أطفال ايش حال ديال موجود للأطفال كنشوفوا المستوى ديال التقافة والتعليم يعني كنشوفوا النسبة ديال الناس اللي كيقرأوا في المدراسة والنسبة للأمية إلا كانتها بطاولة إلا كانت طالعة ثالث حاجة كنشوفه مستوى الدخل الفردي يعني الحاصل ديال ذاك شي اللي كتنتجو كي نتجو البلد وتتقسم على عدد السكان ذاك الدخل الفردي شحال هو نحن عندنا 3000 دولار في السنة فهذه أول حاجة المؤشر ديال التنمية البشرية فهذه المؤشر ديال التنمية البشرية كي أعطنا ثلاثة الأنواع باش كنصنفو الدول النوع اللولي كيكون ما بين 0 و 0.490 هذا كيتسمى بالضعيف مؤشر تنمية البشرية ضعيف المتوسط كيكون ما بين 0.500 و 0.790 أما المرتفع هو اللي كيكون ما بين 0.800 و 1000 وخينا مكتوبة 0.81 الشرح وصافي فإلا كان هاد النمو هذا هاد النمو هذا كذلك مكي اقتصر شغل على هاد المؤشرات الاقتصادية وحاد النتيج الوطنية الخام فكين واحد الأبعاد آخرى ديال التنمية فيما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئي البيئة كالتقاس البيئة إلا كانت في بلد زوينة فرع التنمية كتكون عندها طالع حل جابون مثلا فاتهية كالتقاس فهدو كل هم داخلين في مفهوم التنمية وشنو كيتخدم فيها ثاني حاجة نبوي عليها هي الاستراتيجية ديال التنمية في العالم الثالث هي العالم الثالث يعني الدول اللي عندها مستوى تنمية ضعيف أو المتوسط في العالم الثالث كتلقى جوج ديال أنواع ديال تجارب تنموية الاقتصاد اللي كيكون متأثر بالنظام الاشتراكي وكيكون كيركز على السوق الداخلية يعني النظام الاشتراكي ما كيصوقش للسوق الخارجية أو اقتصاد منفتح على السوق الخارجية العكس ديال النظام الاشتراكي وكيحاول أنه يطور الصادرات الصناعية أنه يصنع أنه يصطر ذك شلي كيصنع بينما الاشتراكي لا فكين جوج الأنواع ديال الاقتصادات في هذا الدول للعالم الثالث الثالث تفقر عنده فيها هي المقاربات اللي كتتخدم في الدراسة ديال التنمية مقاربة يعني شي حاجة كتقرب لك كتقرب لك النسبة ما تجيباش اكزاكت ولكن مقاربة اللي كنحسبوه بها التنمية مثلا كين المقاربة الاقتصادية اللي كنعتمد فيها على مؤشرات الاقتصادية بحال ناتج الداخلي الخام الداخل الفرضي والنوع والبنيات الاقتصاد كين مقاربة اجتماعية ديال كنشوفوه النسبة ديال الفقر النسبة للأمية والتأطير الطبي طيب والأمية اللي عنده علاقة بالتعليم والفقر اللي عنده علاقة بالمعيشة مقاربة ديمغرافية واللي عنده علاقة بالسكان نسبة الولادات ونسبة الوفاية والتكاتور الطبيعي إلا كنت تكاتور طبيعي في شي بلد تتك يعني أنه فيه تنمية فهذا المنحة بطبيعة الحال ديال المقاربة الديمغرافية كين مقاربة اخرين اللي دوينا عليهم اللي عنده علاقة بالمقاربة السياسية واللي هو مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان النامية اللي كان دوي على التنمية السياسية كنشوفو هذا المستوى ده وكان عبره في كل بلد وكان شوفو كيفاش تدير بينهم الديمقراطية وحقوق الإنسان كنشوفو كذلك مقاربة بيئية اللي كان شوفو فيها البعد البيئي في المخططات ديال التنمية يعني البيئة كندوي على تربة كندوي على البيئة بشكل عام الجو المناخ بسبب ديالأمور اللي كان شوفو بها المستوى ديالتنمية تنمية في بلد معين دبال إخونا نكونوا دوينا على المفهوم ديالتنمية دوينا على اللاستراتيجيات ديال التنمية في العالم الثالث وندوينا على بعض المقاربات الامستعم final في الدراسة التنمية ندخل الشعطر الثاني اللي فيها تقسيمة الكوبرى للاعالم وفق خريطات التنمية وعوامل تبايين مستويات التنمية م الذي تسمع تبايين لك تعني يعني ذاك التفاوط ذاك المفرق ما بين المستويات للتنمية البشرية في العالم في دول العالم فأول شيء سنتجل على التجليات ديال تقسيمة الكبرى للعالم من خلال خريطة التنمية البشرية. اول حاجة المؤشر ديال التنمية البشرية مرتفع في بلدان الشمال. شمال كتسمى بلدان الشمال وهي الدول اللي كتكون متقدمة. او لدول اللي كتكون كتصنع صناعية. فيها تلاتة ديال المجموعات. فيها دول قوية اقتصاديا وذات مستوى مرتفع لمؤشر التنمية البشرية. اللي كيكون مثلا في امريكان. والدول ديال الاوروبا الغربية. فرنسا اسبانيا ايطاليا الى اخره. وليابان جابون جابون واستراليا. تهي هادو بربعة كتصنفو كدول قوية اقتصاديا. كان دول اوروبا الشرقية اللي خرجت من النظام الاشتراكي ودخلت للنظام الرأسمالي. بحل بولندا بحل فينلندا بحل السويد بحل الدول اللي كانت دخلة في الاتحاد السوفيتي مثلا. او اللي ولت عندها واحد او اللي عندها واحد نظام رأسمالي. او اللي كاتجه للنظام رأسمالي. كينا كذلك الدول الصناعية اه جديدة اللي بانت في ااسيا. او الشرق ديال اسيا. بحل مثلا كوريا الجنوبية. مشي الشمالية. الجنوبية. بحل الطيوان. بحل هونج كونج. وبحل سنغافور. اه هادو كي تعتبرو من دول القوية او للدول الصناعية الجديدة. هادي تاية من بين الدول القوية. وكينا كذلك مؤشر تنمية البشرية. المتوسط او الضعيف. وهدو هم اللي كندوحنا على بولدان الجنوب. دول النامية. النامية يعني اللي في طارق النمو. او العالم الثالث. واللي كتبان في اربعة ديال الانواع. القوى الاقتصادية الصاعدة اللي طالعة بحل الشينوى والبرازيل والهند. البلدان المصدرة البترول ذات الاقتصاد الريعي كدول الخليج العربي بحل السعودية قطار الامارات الاخ. البلدان السائرة في طارق النمو بحل المغرب وتونس وليبيا الى اخره. البلدان الاكتر تخلفا في العالم. واللي هدي كتكون بزاف اه في افريقيا السوداء. بحل مالي بحل الدول الافريقية اللي كتكون فعلا فقيرة الاقصى الدرجات. وكيكون عندها مستوى ديال التنمية هابطة بزاف. فهدو جوش. كين دول الشمال ودول الجنوب. كين كذلك اه تاني حاجة اللي ندوي عليها. فالشطر التاني هو نظريات العامة او النظريات العامة المفسيرة لتباين مستويات التنمية البشرية. بمعنى شنو اللي كيخلي واحدة دول غنية واحد دول فقيرة. لاش? كين واحد تحسير اللي عنده اساس طبيعي. واللي كيعتبر المناخ هو المسؤول الاول على التقدم او التخلف. يعني لكان المناخ معتدل ولا مناخ حار. فهذا راها كين واحد الفرق بيناتهم. لكن معتدل راها كي ساهم في التنمية. في الدول اللي عندهم مستوى التنمية طالع. لكن حار بحال افريقية. في المناخ حار. فهذا راكي ساهم في التخلف ديال البلد. كين تحسير اللي بيرالي. لكي يقول لك انه كين مراحل ديال النمو. وبالنسبة الهد البلدان اللي كتكون مثلا بلدان الجانوب مثلا الفقيرة او السائرة في طريق النمو. هادو كتكون عندهم عقلية قديمة وما كيكونش عندهم بزاف ديال الاستثمار. داك شي علاش اه كيبقوا متخلفين. اه بينما الدول اللي كتقدم كتكون عندها عقلية جديدة. والاستثمار دائما في التعليم وفي العلم وفي العلوم الى اخره. او في التطور بطبيعة الحال. كين واحد تفسير ماركسي اللي تيقول لك انه التخلف عنده عوامل خارجية بحال الاستعمار حيث غالبية الدول ديال الجانوب كيكونو تستعمروا من قبل. وكين اخر حاجة هندو علاها هي التفسير الخاص بمستوى التنمية البشرية في دول الجانوب. واعطاوه مثال بالعالم العربي. كين واحد التطور سريع في السكان. كين واحد الفتوى في الهرم ديال الاعمار. يعني الناس اه عندهم بزاف ديال الشباب. او للبولدان العربية عنده بزاف ديال الشباب. كين بزاف ديال الفتية. اه كين واحد البطء في الوثيرة ديال النمو الاقتصادي. ان الاقتصاد كي مشي بشوية. ذاك شعاش كتلقى بزاف ديال مشاكل اجتمائية بحال الفقر والامية. اه ضعف ديال مؤشرات ديال الحكم الصالح امام انتشار الفساد الاداري. كين واحد الفساد الاداري. وكين ضعف ديال الكفاءات. كين عدم تطبيق القانون. وكين عدم الاستقرار السياسي وتضييق الحرية العامة. هذا تفسير خاص بمستوى التنمية البشرية في دول الجنوب. وتحديدا ميتان ديال العالم العربي. كخاتمة كين واحد الفرق كبير ما بين دول ديال الشمال دول ديال الجنوب في المجال ديال التنمية البشرية. وكان كونوا الاخوان سألنا للفيديو. شكرا على السماع. الى اللقاء.